اشتركوا في القناة انا بصراحة عايز اقول لك على حاجة بس مش عارف اقولها لك ازاي خير في ايه اتكلم يا متحد بصراحة كده البنت اللي انت حامل فيها دي انا مش هقدر على مصرفها طب هنعمل ايه طيب ما انت شايفة والحيل بشتغل على قد مقدر يدو باللي انت بيجيبه علنا بيجيبه بناكل وبنشرب بي انا والعيان ده احنا حتى مش عارفين يدخلهم مدارس بصي انا في حاجة عايزة فاتحك فيها طيب قول وتكلم بصراحة كده انا معروضة علي حاجة لو عملناها هنكسف فلوس كتير او تعيشنا مرتحين طول العمر ونقدر نصرف بيها على العيل كامل طيب قول ايه هي احنا ممكن نبيع البنت لما تتولد لعيلة غنية او هيصرفوه عليها او هتعيش مرتاحة وهم نفسهم يخلفوه لكن للأسف ما ينفعش هم عارضوا علي انهم يدوني خمسة مليون جنيه مقابل الموضوع ده يعني هنقدر نعيش بهم مرتحين طول العمر ونقدر كمان نحطهم في البنك يجبون نقرب وحون نصرف منها على عينا ونعيش وما نتشغل شبالناه ابدا ولن نتعب نفسنا ايه اللي انت بتقوله ده انت ازاي تفكر في كده انا عمر ما بيع دنايا ابدا هو انت مفكر ان هي لو جتها نعرف اصلا نأكلها ولا نشربها احنا كده بنأمل لها مستقبلها وكمان بنأمل مستقبل عينا دي هتعيش عيشها ما كانتش تحلم بيها لو بتحب عيالك صحيح لازم تسمعي كلامي الموضوع ده صعب علي قوي ما قدرش تحمل ان انا اخلف بنتي وديها الحد تاني تبقى امها غيري ما تفكرش في الموضوع كده فكر ان انت هتديها الحد يهتمي بيها ويرعيها اكتر منك كمان وهتعيش في مستوى ما تحلمش بيه غير كمان ان احنا هنعيش مرتحين باقية حياتنا ونعرف نصرف على عيالنا انا تعبت وشئت كتير فحياتي بشتغل على طول في البيوت عشان اجيب اي حاجة واي فلوس وفي الاخر ابيع بنتي ما انت شايف الحال انا شغال بواب للعمرة وبحاول على قد مقدر اطلع بأي مصلحة لكن الحال واقف وعيالنا دول ما بيكلوش اللطاقة واحدة في اليوم ولا عارفين حتى اندخلهم مدارسي باحنا اللي هنعملو ده هو عين العقل الظهر كده ما فيش حل غير ده صدقيني ده احسن حل طيب خلاص انا موفق بس بشرط شرط ايه هو الشرط ده اشتغل خدامة عندي الناس دي علشان اشوف بنتي كله يوم اطمن عليها خلاص تمام ما فيش مشكلة متحت مراتك رحت المستشفى علشان تولده بيسأل عليك هناك يا نهر ابيض لازم اروح اطمن عليها خلاص ما تقلقش على العمرة اروح وانا هاعد هنا مكانك شكرا شكرا لك يا خيلد مبروك مكوضمنا على البنوتة ان شاء الله تتربى في عزك ان شاء الله بعد اذنك حمد الله على السلامة يا مضمك وصر البنت الحمد لله بخير وكويسة هو في المتحت فين جوزي انا هنا جنبك هو يا حبيبتي حمد الله على السلامة انا عايزة شوف بنتي يا متحت حاضر اجيبها لك دلوقتي ما شاء الله دي حلوة اوي متحت علشان خطري خليها معي شوي انا مش عايزة ديها لحد دلوقتي لازم تقيبها الكلام ده وبعد انت تعلق بيها انا رأيي اخدها دلوقتي والنفذ اللي احنا اتفقنا عليه لا عشان خطري سيبهل ان شاء الله حتى لو يومين اجبع بيها يا ست اسمعي الكلام انا اخدها دلوقتي انا اصلا ما جنتش عايزك تشوفيها حتى خلاص اللي تشوفه يعني يا بنتي سمحيني ما كانش قدامي اي حل تاني هو متحت اتاخر كده لي يا عماد مش قال انه هو هيجيب النون النهار ده ايوة ما هو كلمني وجاي خلاص في الطريق قل لي صحيح يا بنت ولا ولد لا بانو توبي يقول لي كمان ان هي امورة قوي كان نفسي قوي اخلي في بنتي بس ربنا ما ارادش على العموم انا احطها في عناي واعتبرها زي بنتي بالزبط مسائل خير انا جبت البنت الله دي البنت حلوة قوي فعلا ما شاء الله البنت اموره هات كده عشان خطري يا عماد بيخلي بلك من هدي حتى مني انا والله لولا الحج عمري ما هعمل كده ابدا غصب عني بعمل كده والله ما تقلق عليها انا حطها في عناي انا اخدها كانها بنتي بالزبط وقادي الفلوس اللي اتفقنا عليها خمسة مليون جيني انا والله مش عارف اقول لك ايه شكرا لك بجد شكرا لك انت انت مش عارف انت بتقدم لنا نعمة احنا تحرمنا منها تعالي يا كتكوتا انت جميلا ما شاء الله يا حبيبت مهما بعد اذنك يا عماد بيهو كان في طلب صغير كده كنت عايز اطلبه منك لو حاببت شوفها في اي وقت انا عمري ما اعترض ولها منع انت او ممتها بس طبعا هي ما تعرفش ان انت ابوها او هي ممتها انتو هتيجوا على اساس انكم قريب لنا من بعيد لا مش هو ده الطلب اللي عايزة ممتها ان هي تجي تشتغل هنا ان شاء الله حتى اخد ديمة علشان تربيها مع الهانم هي مش عايزة مرتب ولا اي حاجة هي بس الكل اللي محتاجها انها تشوف بنتها قدام عينيها بتجبره طبعا عمري ما هتقول لها اي حاجة انا ما عنديش اي مشكلة بس لازم البنت متعرفش ولا تحسب اي حاجة ايوة طبعا ده الشرط الوحيد عمري ما هتقول لها طبعا يا هانم انها ممتها ما تقلقش خالص تمام لما تفقودكن كويسا ان شاء الله ودقوا بالسلامة تقدر تيجي في اي وقت هي تحبه شكرا اوي يا ستة هانم مش عارفة شكرك ازاي احنا اللي عايزين نشكرك يا عمد على اي بس دي حاجة بسيطة استأذن انا مع السلامة شفت يا ستي قدني جبت لك غشك اخيرا هنبقى من الاغنية ونعرف نصرف على عيننا انا قلت لهم ان انت عايزة تشتغلي وستة هانم ما اعترضتش طيب هو نقدر اروح لهم من امتى اول بس ما تفوقي روحي على طول هي ما عندهاش اي اعتراض انا هروح بكرة انا مش ادرس تنال حد ما بقى كويسا بس انت لسا والدة ما بقلكش كم ساعة انت اكيد بتوزاري قلبي وكلني على ضنية اوي ازاي ياسبها كده من غير ما اشوفها يا ستي لما تبقي كويسا بقى اروحش فيها زي ما انت عايزة معرفش لي قلبي متاخده مغدودة اوي على البنت حاسة ان هي يحصل لها حاجة حرامة عليكي بتفولي عليها ليدي الاستمول وده وبعد اماتي الى ايش هم هيخلق لهم منها كويس اوي خلاص بكرة هروح لها علشان اتطمن عليها وقلبي ارتاح بس انا مش موافق ومش هسي بكتو روحي ارتاحي واخري الاسبوعي بقو روح لها طيب ماشي بس انت كل شوية روح اتطمن عليها وطمنني ما تقلقش ان شاء الله بكرة روح اتطمن عليها اهلا اهلا يا متحة ازايك في حاجة ولا ايه لا يا باشا انا بس كنت جاي اتطمن علي البنت اخبرها ايه هي مرح بالليل تعبت شوية وجبنا لها الدكتور قال انها محتاجة شوية ادوية لكن ان شاء الله هترقوها تكون كويسة والله مامتها مبارح كان قلبها وكلها عليها ومعرفش كان مالها ايوة طبعا امها اكيد هتحسي بها بس هي النهار ده احسن ما تقلقش انا حاسس ان هي لو رضعت من مامتها وكانت جنبها هيكون افضل وانا قلت لك يا عميد لما تخفوه تكون كويسة تيجي مرحبين بها في اي وقت بس اهم حاجة البنت ما تعرفش ان هي مامتها ايوة طبعا يسعدت لبي عمرها ما هتقول لها حيس كده بقى يبقى مرحب بي هاتي يجي في اي وقت هو انا ممكن اشوف البنت يا عميد بي ايا نايمة دلوقتي معممتها ننسي لما تصحى ممكن تشوفها طيب خلاص هاجلها ومرة يا استأذن انا بقى اهم حاجة ان ننطم انت عليها طيب تمام مع السلامة هو انت كنت بتتكلم مع مين تحت دعمات كان جاي يطمن على البنت هو هيطبلنا بقى كل شوية هنا ويقرفنا مش اخذ الفلوس وخلاص امها حست ان البنت فيها حاجة مبارح علشان كده كانت قلقانة وهو جيت طمن عليها وهي فعلا كانت تعبانة مبارح انا قلت له ممكن تجي في اي وقت تبقى جنب البنت هنا جيت للحق انا حسن دي فكرة مش كويسة وجودها بيشكل خطر كبير ممكن البنت تحس ان هي ممتها من اهتمامها زايد بيها انا رأيي نسافر ونمشي من هنا خالص وناخد البنت معنا ونبدأ حياة جديدة بعيدة عن الوش ووجع الدماغ هنا وتفتكري هم هيسقطوا لو احنا سافرنا مش من حقهم يقولوا اي حاجة هم ما باعوا وإحنا اشترينا الموضوع منتهي عايزيني تطمنوا عليها يسيبوها في حالها وجودهم بيشكل خطر على نفسية البنت بعد كده انتي قلبك قاسي قويانا انت ده ابو ام مستنية منهم ايه انا لو كنت طيبة وفضلوا جنبها ومعاها ممكن في يوم الايام تعرف ان انا مش ممتها وساعتها مش عارفة ممكن ايه اللي هيحصل لي واكون كمان اتعلقتي بيها يعني انتي ايه رأيك نعمل ايه نلمي شنطتنا دلوقتي ونمشي من هنا خالص خلاص انا هكلمك ده ده جاهز لنشنط ونطلع على العزبة الرياح احسبنا فيها كده كم شهر ولو حبينا نرجع فا ايه وقت نبقى نرجع انا مش عايزة روح العزبة انا عايزة امشي برا مصر خالص ايه اللي انتي بتقولي ده لا طبعا انا هنا كل شغلي وما قدرش اعمل الخطوة دي غير بعدا ما صفي على الاقل حسابتي واشوف هاعمل ايه بقولك ايه انت شكل المولودة جننة عقلك خالص اخرك معايا غير جوي ومن في مكان بعيد وخلاص خلاص نروح دلوقتي على العزبة لحد ما نفكر هنعمل ايه تمام مافيش مشاكل البنت اخبرها ايه دلوقتي الحمد لله بقت احسن كتير طم مني امت حتى عملتي ايه البنت كويسة ايوة الحمد لله بخير ما تقلقيش طيب انا بقت كويسة وبكرة اروح لها انا قلت لها امت بي وقال مافيش مشكلة روحي زي ما انتي عايزة طيب الحمد لله ان هو موافق ومش معترض مانا قلت لك قبلي كده انتي ما تقلقيش من الموضوع ده خالص ازايك يا متحد الحمد لله بخير انا جاي انا والمدم عشان عندنا معيد مع عماد بي بس عماد بي ومراته سفروا 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 ازاي يعني زي الناس ان برحب اللي اخد بنتهم وسفروا اخدوا بنتهم طيب رحوا على فين والله هي بمرضة شؤول هو رايح فين بالضغط بس هو قال ان هو عنده شغل ومسافر يادي المصيبة يادي المصيبة اعمل ايه دلوقتي مصيبة ليه خير فيه حاجة ولا ايه ارجوك حاولت ساعدني وتقول لي ما كانهم فين بالضبط قلت لك والله ما اعرفش خلاص يا كوسر يلا نمشي من هنا خلاص ازاي انا مش همشي من هنا غير لما اخد بنتي بنتك ازاي انا مش فاعل حاجة ما تاخدش على كلام هاسبك منها يلا يا كوسر مش عايزين مشاكل لا انا مش ماشي من هنا غير لما اعرفهم راحوا فين قلت لك تعلي قدامي يلا انا هتصل علي في التليفون وافهد منه في ايه هو ده اتفاقنا يا عماد بي مش انا قلت لك ان المدام هتيجي بكرا انت سفرت وروحتي فين انت تجننت ولا هي ايه ازاي تتكلم معي بالطريقة دي هو في ايه بالضبط وانا معرفش اروح اشوف مصالحي وشغلي بقول لك ايه انت مش اخدت فلوسك ما تقعدش تقرفني معك بقى كل شوية لا طبعا انا مقصدش كده انا بس عايز المدام تطمن على البنت وانا قلت لك قبل كده ان البنت بقيت كويسة ما تقلقوش عليها بس انت قلت لي عماد بي ان احنا نقدر نشوفها في اي وقت لو كنت موجود في البلد لكن انا بسفر كتير وشغلي دايما بيخليني مش فاضي واكيد باخد مراتي وهاخد البنت معي انا عايزك ما تقلقش عليها ماشي حياتكم انت وصرف الفلوس وستمتعوا بحياتكم وخلي بلكم من باية اولادكم ما تشغلش بلكم بيها الو الو الزهر كده الخطة اطعق اوقف الستكاف وشي انا قلت لك انا قلت لك من الاول مش متطمنة للموضوع ده ياريتي ما سمعت كلامك خلص بقى انسي كل اللي حصل احنا دلوقتي تطمننا عليها هي هتكون عيشة مع عائلة غنية وهتكون سعيدة واحنا كمن بالفلوس اللي احنا بعناها بها نقدر نربعي انه نهتم بيهم يا بنتي اسمعي الكلام انتي طلع صعبة كده المين انا بجد تعبت منك في ايام ام انتي كلما تشبي وش تقولي نفس الكلام ده انا عمري ما تخيلت ان بنتي في يوم الايام تقف تتكلم معي كده بس بطريقتك دي انتي بقيتش هايا قوي في ايانا انسي مالك صوتك علي كده ليه البنت دي مخاها نشف قوي وصعبة قوي انا محطتش عارفة عامل معيها طيب روى ايه كده وانتي يا مريمي حاببتي اطلعي على قطك اروى ايو زيفت ايه انا بصراحة ولا كان ليه عيال ولا تربية انا تعبت انا وفقرة وديها مدرسة داخلية مدرسة داخلية ليه انا ما بحبش النظام ده طيب خلاص رجعها لأهلها انتي اكيد بتغسري بعد كل اللي دفعنا وبعد العمر اللي عشته معينا في الاخر عايزة ترجعيها لأهلها انا ما تخيلتش ان مسئوليتي التربية تكون صعبة كده انا عرفت لي ربنا منع عني موضوع الخلفة لاني ما اقدرش عليها ما تقدرش علي انت انني هي اللي بتعمل لها كل حاجة من وهي صغيرة انت يا دوب كنت بتشليها خمس دقيقة تلعبية وهي صغيرة وبعد انت زهائي منها انت هتصدق ان انت ربتيها ولا ايه هو كان قرار غلط من الاول مني اننا اساسا قررت يبقى عندي بنت لا القرار كان مني انا انا اللي غلطان اننا دخلتك في الموضوع ده على فكرة البنت دي بالنسبالي عني من جوه انا بحبها كا انها بنتي بجد بصراحة مستغرب انت ازاي كل الفترة اللي فاتت دي وما حبتي هاش ولا ارتبطي بيها انا بحبها وكل حاجة لكن بسبب وجودات حرمت من حاجات كتير قوي قللت خروجات النادي والحفلات والصهر ومش عارف اشوف اصحابي اللي بحبهم كل ده اسرع على نفسيتي انت اخدت الموضوع على انها اللي ابعة عروسها رجعها زي ما جبناها دي باني قد ما ما فكرتش في نفسيتها لما تعرف ان احنا مش بابا هومة مويتها الحقيقيين يا طرى فكرت فيها هي هتبقى عاملة زي انت هتمسكلي عليك كلمة بقى علشان قلت لك رجعها الاهلاء خلاص يسيدي سيبها على فكرة امي اتحد كلمني الكزة مرة وكان عايز يشوفها هو امرط وانا كنت بتهرب منهم بس في صراحة انا رأيي انهم المفروض يشوفوها انا ضمريم ان ابنين انا بمنعهم عمتا اهم حاجة عندي ان البنت متعرفش حاجة ويريت حاول تتهرب منهم من موضوع انهم ما يشوفوها انا مش عايزة اتعرف ان انا مش مومتها الحقيقية قالوا ايوا يا عمد بي حضرتك رجعتي بستلامة انت والمدام ايوا انا موجود في الفيلا بتاعتي انا امرطيكا وصارت عبانة اوي والدكتور قال ان هي فضلها وقته قليل وتموت وكان نفسها تشوف البنت قبل ما تموت لا اله الا الله خلاص مفيش مشكلة تشوفها في اي وقت يعجبها للأسف هي محجوزة في المستشفى ممكن حضرتك تتكرم وتجيب البنت وتجي تزورها خلاص مفيش مشكلة انا هجبي البنتي معي ونجي نشوفها بكرة ايه النور ده كله اهلا وسهلا اتفضل يا عمد بيدي بنتك الامورة ما شاء الله حلوة اوي ازايك يا حبيبتي الحمد لله بخير اهلا يا عموبة قال ان انت وهو اصحب من زمهن ودلوقتي قال ان مراد حضرتك تعبين عشان كده جايين نظرها ايوا فعلا تعالوا تفضله يعيني هي دي الف سلامة هي مين الامورة دي انت نسيتي ولا ايه دي وانت اعمد بيه ما شاء الله انت بقيت حلوة اوي كبرتي يا حبيبتي ممكن احضنك ايوا طبعا سلامتك يا طند الله يسلمك يا حبيبتي شكرا على الزيارة الكريمة دي انا مش مصدق ان انت وفقته وجيته برضو يا عمد عملت اللي في دماغك وجيت هنا انا قلتلك بلاش احنا جايين نظر مراد صاحبي في ايه هو انت بتضحك علي ولا على نفسك في ايه يا ننسي انت ايه اللي جابك وراي وجاية متعصبة كده ليه مريم يا حبيبتي انت بنتي انت سمعيني الا لرب يدك في ايه يا ماما انا مش هنا حاجة ما فيش حاجة يا حبيبتي يالله نمشي من هنا لا يا بابا انا مستغربة في الحاجة الغريبة بتحصل هنا انتو معاوزين تفهموني الحقيقة انا هقولك يا حبيبتي على كل حاجة انت في الحقيقة ابنتي وانا ممتك للاسف احنا كنا فقر زمان ومش معنا اي فلوس واضطرين ان احنا نبيعك لعمات بي وننسي هانم كأنك بنتهم ومن ساعتها والله وانا تعبانا والمرض يتمكن مني وكل ده بسبب زعل الحدي ما في الاخر زي ما انت شايفك كده دا كترقلوا لي ما فيش امل وهتموتي ازاي تقولك كلام دا حرام عليك وانتو وانتو اكبتك دبوا وانتو ازاي تعملي فيا كده دا انتو امي انا طول عمري كنت حاسة انتو رقيت معاملتك معايا كأنك مش امي بس كنت بكذب نفسي حرام عليكم انا عملتلكم ايه انا زعلنة منكم كلكم ليه كده لي بس قلتلها انا اللي غلطانة انا اللي اتكرت ان انتو عرفتوها الحقيقة كلها انا لغبطت الدنيا بص يا بنتي انتو عندك حرية الاختيار لو عايزة ترجعي معنا او تخلكي معمامتك وبوكي ما حدش هيقدر يمنعك انا عمد مش افتحك وحشا منك ابدا يا بابا عمد انتو تل عمرك حنين علي ولو فكرت اكون ما حد اكون معك انت انت الوحيد اللي كنت طيبه بتعملي كاني بنتك ما فيش اي فرق لكن هما ما حدش يهتم منلي انا يشهد رب ان انا بحبك فعلا كانك بنتي انا كل اللي انا عايزة ان انت تسمحيني قبل ما موت هو دا السبابي الوحيد اللي خلاني اطلب ان انا قبلك عايزة كي تسمحيني قبل ما قابل ربنا علشان يسمحني ارجوكي ما تقولش الكلام دا انا بسمحكي